السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفنا ثم اما بعد كل سنة طيبين يا جماعة كل سنة وانتوا الى الله اقرب كل سنة ورمضان يجي يغير حياتنا كلها كل سنة ورمضان يجي يغير قلوبنا وينور قلوبنا وينور طريقنا ربنا سبحانه وتعالى واحد اعرفه يعني اخر من الاخوة المجتدين سبداعوا ربنا يبارك فيه سفر فرنسا سفر فرنسا يدوى الى الله راح هناك بار من اكبر بارات اللي معظم اللي فيه مسلمين فبيقول لي فلقيت واحد قاعد واحد مسلم قاعد بيشه بخمرة ولا عذو بالله فبيقول روحت عادت جنبه قلت له انت لو معاك جوهرة جوهرة غالية قوي وعايز تباحها تروح تجيب محل فخم في منطقة فخمة وتحطها في ذاترينة فخمة ولا تروح تباح في سوق السمك قال له لأ اجيب محل فخم في ذاترينة فخمة في منطقة فخمة قال له طب انت لا اله الا الله ترميها في المكان ده الشاب بيبكي بيقول وهو بيبكي لا شاب تاني واقف شاب يا جماعة على وشه حيرة وعلى وشه حزن وعلى وشه قلق بيقول له طب انا ينفع طوب انا ينفع صلي انا ينفع ارجع انا بعد كل اللي عملته ده ربنا يقبلني لو جيت انا ممكن باب ربنا يتفتحني تاني بعد كل اللي عملته ده افتكرت كلمة قاتل المئة وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه ربنا بيلف على الدنيا كلها معطش قادر وبيسرخ في كل واحد يلاقيه هلي من توبة انا ينفع ارجع نضيف انا ينفع ارجع طائر تاني يا جماعة يا اخوانا لو في طريق يوصلني ربنا ويرجعني ربنا دلوني عليه احنا معانا الليلة قصة يا جماعة قصة ممكن تكون قصة اي واحد مننا ممكن تكون قصة اي واحد من اللي قدام الوقت او واحدة قصة شاب عادي اتولد في بيت عادي ابوهم مسلمين من النوع العادي ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقة بدأ يعمل معاصي غير عادية ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي وبدأ صاحبنا يكبر في مجتمع حوالي في صور المجلات والقنوات الفضائية والاغاني والكليبات وبنت جران وزميلة اخته وبنت خلته وبنت وبدأ يكبر فوصل مجتمع حوالي في الفاظ الشوارع حوالي فيه الفتن حوالي فيه المعاصي من كل ناحية ولما صاحبنا وصل لفورة الشباب وصل لدرجة من المعاصي الغير عادية رئيبة وصل من السجارة اللي محشية مخدرات لحتة الحشيش وبسهولة جدا وصل لكاس الخمرة واول ما شرب كاس الخمرة كل الموبيقات بقت سهلة قدامه ولما وقعت الموبيقات كلها بدأ يشتك ان الاحوال بقت غير عادية صداع مزمن ما حدش عارف ينام مخنوق على طول ارفان صحي ارفان ونام ارفان حسن مختائب حسن ومرعوب حسن والآن ولكن لان صاحبنا عادي بتربف بقى عادية فضل يدفل رأسه في الرمل كل الشباب كانوا كده يا سيدي يومين واتعدي ان الله غفور رحيم كل ده شيء عادي وبدأ الضغط جواه يزيد وفي ليلة غير عادية كان راجع من صهرة غير عادية راجع صاحبنا رجله مش عارف يروح فين تاية حطام انسان نفسه يعيط بس مش قادر نفسه بحد يسمعه بس مش عارف مين اللي يسمعه ولا يعبره نفسه في حد يحضنه ويضمه ويفهمه نفسه في مكان يحتويه ويحمين للعذاب اللي جواه واللي حواليه نفسه في حاجة بس مش عارف هي ايه نفسه في كو تاني بس مش عارف يلاقيه فين حطام انسان مخنوق بس مواش عارف ليه رجله فضلة واخداه وهو ماشي 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 مواش عارف يروح فين ويه عند الفجر سمع ادان الفجر بيشق قلبه اول ما سمع الادان اتراعب صاحبنا هو مش عايز يسمع الادان مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا بيه بدأ يجري بعيد عن الجامع بدأ يشوف اي شارع ولا اي حودة يحود منها بعيد عن الجامع وبعد عن نداء الله مش عايز يسمع ربنا بيناديه مش عايز يسمع صوت النداء وهو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع واقعوا الاتنين ولما فقوا من الصدمة قام صاحبنا العادي ومدق ديه اللي بترتعش الملوثة باخر سجارة شربها اللي بترتعش من اثر المخدرات وبدأ يقوم الشيخ اللي وقعه واقف الاتنين يبصوا البعض مستغربين اسحبنا يبص للشيخ ايه ده هو وشه بنور كده ليه هو وشه بيبخ نور كده ليه ده ملك من الملايكة ده ولا ايه والشيخ يبصره ايه ده احوذ بالله ده شطان ده ولا ايه صاحبنا يبصله ايه اللبس لكل نور ده ده اللبس ده جاي من الجنة ولا ايه والشيخ يبصله احوذ بالله ده لابس ايه ده ده ولد ده ولا بنت صاحبنا يبصله ايه ريحة جميلة دي ده حطت ريحة من الجنة ده ولا ايه والشيخ يبصله احوذ بالله ده خارج من بكابورتي ده ولا ايه وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب سوات تحت عناه سوات حوالين شفايفه شعره منكوش والذي تسريحة جديدة وبص الاتنين لبعض كالي ده من كوكب وده من جوكب لغاية ما الشاب بدأ يقول بسطواتي انا انا اسف عم الشيخ فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب قال له انت مين يا بني يا خبط على قلب الشاب انا مين والله من عارف انا مين والله من عارف انا ليه والله من عارف عم الشيخ الشيخ بدأ يضرب كف بكف ويقول مسكين والله العظيم مسكين لا عندك انا مش مسكين انا عارف طريقي انا كويس وساعات بصلي والله عظيم انا مش وحش الشيخ انه ما سمعش اي حاجة قال له على فين يا بني يا تاني خبط وفي نفس الدقيقة على فين والله من اعارف على فين والله من اعارف عم الشيخ انا من ثلاث سنين كنت لسه انسان طاهر وانسان نقوي لاتم بي انا عايز السعادة جماعة انا عايز ابقى سعيد لقيت واحد بيقول انت عايز السعادة اه هو ده صريق السعادة امشي في الطريق ده خد السجارتين دول اشربهم وهتبقى سعيد اول سجارتين شربتهم كنت حاس انها سعيد يومين حاس انها سعيد وطير بعد كي رجعت بخلوق تاني قلتوا يا سكري ما فيش فق سعادة ولا ايه لقيت صوت بيصرخ فوداني لا هي اني سكت السعادة امال هي فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها تنزل تقعد على القهوة وتشرب شيشة وتقعد مع الشلة بتاعت القهوة نزلت وشربت واهدت يومين تلاتة اسبوع ورجعت مخلوق تاني بعد ما كنت سعيد في الاول هي السكة دي ما فيش فق سعادة ولا ايه لقيت صوت بيصرخ فوداني تاني لا السكة دي هي اللي فقى السعادة امال فين فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها تنزل الجامعة وتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتد ميسل دي وتبعث ميسجل دي وتكلم دي هبقى كده سعيد اه هتبقى سعيد نزلت وتكلمت وحملت كل حاجة تقالتلي شهر اتنين رجعت مخلوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد قلت يا السكة دي ما فيش فق سعادة ولا ايه لقيت الصوت بيصرخ فوداني الاتنين لا السكة دي هي اللي فقى السعادة كلها ما فيش سكة تانية فق سعادة طب يا فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها يبقى بتكلم واحدة بس من كل دول تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها تكلمها ست ساعات كل ليلة في التليفون بالليل الادان الفجر يبدا ما تقومش تصلي ركعتين لله هبقى كده سعيد اه شهر اتنين تلاتة ستة عشرك وتسعيد وبقى كده جهت مخلوق تاني فيه سكة دي ما فيش فق سعادة ولا ايه والله يا عم الشيخ بقيناها سكة ما في اخرها حاجة كل يوم بتورط بحطة وراء بحطة كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر وبتخنق اكتر والله يا عم الشيخ عندك حق انا مين وانا ليه وانا رايح على فين بدأ الشيخ يبص المنظر الالم اللي على وش الشاب والعزب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي يا كل شاب عادي ويا كل منت عبية بدأ الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدأ يصعب عليه بدأ يحس انه هلبان بدأ يحس ان فريسة وقت في خوط العنكبوت وتلفى حواليها القيوط وتحقنت حقنة صم وتشلت وخلاصة تتاكل هتتاكل هتنتهي هتنتهي ومش هيقدر يخرج نفسه عايز حد يمديه ايده من بره عايز حد يقطع عليه الشرناء اللي اتحبس فيه ويخرجه من اللي هو فيه ويخرجه من الغيبوبة اللي هو فيها بدأ يصعب عليه منظر الشاب مسك ايده وقال له تعالى يا ابني تعالى معايا يا ابني تعالى يا ابني البيت ربنا تعالى الملاف التايهين تعالى يا ابني اتصالح على ربنا سبحانه وتعالى انت بتصلي انا اه لا مش عارف تعالى يا ابني تعالى اتصالح على ربك وشده من ايده وفضل ماشي بيه وصاحبنا رجليه بتسحف في الارض لغاية ما وصلوا الباب الجامع واول ما وقف قدام باب الجامع ياه ايه النور ده ايه الجو ده ده بيسجد لربنا ومنظر منظره بيسجد كأن الملايكة بتاعت السماء كلها محوطا وده واقف بيصلي وشطائط نور مفتوحة وده رفع اليه وبيدعي ياه انا الوقت لو قاعت في زماء وحبت اقول يا رب هينفع بعد كل اللي عملت وده اقول يا رب وده بيستغفر ودمع فيها نور السماء والارض كلها نازلة من عنيه وده 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 مسك المصحف المصحف انا انا من قد ايه ما مسكتش المصحف انا من قد ايه ما راتي كلام ربنا انا من قد ايه وانا هاجل كتاب ربنا سبحانه وتعالى ياه وايه صاحبنا قدام المشهد ده هدخل زاي هدخل بكل الوحن اللي انا فيها زاي هدخل من بلكة الطين اللي انا جاي منها دي زاي وبدأت شاشة تتفتح في صدر صاحبنا منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعة كانت طهرة وبريئة ونقية الشيطان معرفش يضحك عليها ويغويها وهو طلع وطلع اقدر من الشيطان وضحك عليها وغواها منظر ابوه ومنظر خبت الامل على وشه وخبت امله في ابنه وعمره اللي ضاع وحس ان ابنه خلاص خسر ابنه وبدأت الشاشة تصرع اكتر منظر الكاس منظر استجارة منظر ورد الكوتشينة منظر شاشة سينما منظر الزنم والرأس والمخدرات والشرب منظر ورقة الجواز العرفي منظر صحراته وذكرياته على الرمز بتاعت النت والناس منصلي الفجر تحت منظر شواحد واحد من اصحابه من شدة الاهوة وغير الاهوة وبدأ يحس انا هعدي كل ده الزهاي انا هسيب كل ده الزهاي انا هتخلص من كل ده الزهاي انا هقدر عايش من غير كل ده انا مش هقدر مش هقدر سيب ايدي انا مش هسيب ايدك سيبني انا بكرهك انا بكره كل واحد زيك من اصحابي بقى زيك وقلب بقى زيك كل ما بشوفهم بفتكر انا بعيد عن ربنا قد ايه سيبني ملكش دعوة بيا مش هسيبك يا ابني مش هسيبك تودي نفسك جهنم برجليك قولي يا رب يا ابني قولي يا رب هتقدر والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر يا ابني لا سبني انا جيت قبل كده وما قدرتش وغير الجهة وما قدرتش وغير الجهة وقدر انا حاولت قبل كده ووقعت وغير الجهة وما وقعتش انا مش هقدر مش هقدر سب ايدي ونزع ايده منه وطلع يجري 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 لغاية ما راح بيت ودخل ما كلمش حد وقفل على نفسه باب القوضة بتاعته وفضل قاعد مش عارف ينام مش عارف يفكر مش عارف يعمل ايه انا انا بدخلتش ليه كلباب كام الفتوح قدامي ما ربنا ستاح لي بابه انا بدخلتش ليه انا كن في سطbility والله العظيم كن في سط schlecht وكلما بابشي في الشارع واشوف باب جراء مفتوح ونيضا خلفه بيبقى قلب بيتقطع وكلما باشوف شاب زي زيه شاب زي زيه ماشي في الشارع وصاب النور على وشه والليه عائف وشه ومسك السوك بأديه بيبقى قلب بيتقطع هو حسن مني في ايه انا مش قادر اعمل زي ما هو عمل ايه هو خد القرار ده ازاي انا كان نفسا ادخل والله العظيم بس انا هدخل ازاي بالوحل اللي انا فينا كله هدخل ازاي من بركة الطين اللي انا كنت فيها دي ازاي انا يا رب نفسا بقى طاهر ونظيف بس اخرج من الوحل اللي انا فينا الثاني مش عارف يا رب اخرج منه ما عبتش عارف انا كنت بحسبها في الأول سكة اخطفها خطفتين وهركع ما عرفش ان انا هتورط التوريد ده ما عرفش ان يبليس هستعبد اللي استعبد ده ما عرفش ان انا هفقد ربتي تماما وهتشل تماما في الطريق دا للدرجة دي ما عرفش ان انا يعيش الخنة دي انا كنت بحسبه طريق سعادة طلع طريق خنية الدنيا كلها انا كنت بحسبه طريق فرح طلع طريق الخن او الحزن والألم اللي في الدنيا كله انا كنت بحسبه سهل خطوتين وهرجع انا بتورط يا رب انا بتكلفش في الطريق ده انا بحقول حوان سنه ومعدتش قادرة تخلص من اللي انا فيه اعمل ايه وبدأت شاشة تتفتح قدام عن ايه منظر صاحبه منظر صاحبه اللي كان جميل ووسيم وقوي وبصحته ويحرق تلبه ام وابوه عليه لما في جرعة مخضرات زيدة راح في لحظة ودفنح بايدهنا ومنظر صاحبته اللي كانت ملكة جمال وكانت كلها يموت عليها وفي لحظة في حدثة ماتت ومنظر صاحبه اللي طلعوه من الحمام من مرحاض الحمام مات ووشه في مرحاض الحمام وابوه ياخد جرعة مخضرات ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربية وفلوس والدنيا كلها معاه الساعة تنين بنلقى على الطريق السريع مع بنت ولا عزو بالله يموت ولا عزو بالله وقوة في الوضع ده واهله من الفضيحة يدفنوا من غير ما حتى يصلوا عليه خايفين من الفضيحة وبدأت الشاشة تسرع منظر فلان اللي مات فجأة مرينة وفلان اللي مات فجأة على الطريق ورايح يعمل مصيبة وفلان اللي مات بعد الساعة كلها منكرات وفلان 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 يا رب يا رب انا مش عايز اضع زي مضعو يا رب يا رب انجدني يا رب يا رب اغذت يا رب انا مش قادر بس انت اللي تقدر انا مش قادر اخلص تفسي بس انت يا رب اللي تقدر تغذت من اللي انا فيه تحول صاحبنا العادي الواحد معادش حاسس بالفصح العادية والنكة العادية والأفشات العادية تاني يوم واخارج مع صحابه ايه يا عم الكئيب ايه يا عم مالك انت في واحدة جديدة في حياتك ولا ايه يا عم انت مالك النهاردة ما انتش عادي كده ومنظر الشيخ شافشة في قلبه مفتوحة ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر وهو احد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر نزلوني يا ابن انت مالك خليق النهاردة كده ليه نزلوني نزلوني هنا يا عم نزله يا عم يحب جديد ولا حاجة وينزله وما يفكرش يروح في اي مكان رجله جاري على المسجد اللي قبل فيه الشيخ مبارح صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليلة غير عادي راح للمسجد وفضل يستنى الشيخ الغد ما لقى الشيخ جاي جي لعلق يحضنه ويقول له اي دا ايه يا عم الشيخ والشيخ بيحضنه وبيقول له حمد الله ع السلام يا بني حمد الله ع السلام يا بني يقول له انا فرحان يا عم الشيخ انا حس ان انا سدي لكل نور عم الشيخ بس خايب بس ما رعوب حصل الاحساس دا يروح انا نفسي معقولة عام الشيخ ربنا يفتح لي بابه معقولة بعد كل اللي عملته ربنا هيبالي انا يدفع صبي انا يدفع توب انا يدفع ارجع لربنا سبحانه وتعالى انا في طريقة اقدر ارجع منه الرب ومولاي وحبيبي في طريق لا في طريق دليني عليه انا حس ان انا قلت بحب الصناوي بحب الملتحين والملتزمين اوي عايز احضنهم كلهم عايز امشي بالشارع ابوصهم عايز اصحبهم كلهم انا خايف ارجع انا خايف خايف ما استمرش معقولة عام الشيخ معقولة ربنا هيقبلني انت متأكد ان ربنا هيقبلني انت انا هقدر هقدر اتوب هقدر اسيب كل اللي كنت ما اعمله هقدر اعمل كل التعاط هقدر اصلي في الجامع هقدر بقى انسان تاني هقدر اتغير والشيخ بيهز راسه بيهز راسه بوشه المنور هو بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر والله العظيم هتقدر ومع كل هزة راس من الشيخ طاءة نور وامل بتتفتح في صدر صاحبنا اللي أصبح من اللحظة دي غير عادي يا شباب يا بنات مين فيكم كان زي صاحبنا ده في أول القصة مين فيكم مش عايز ربنا بس لازم يروح لربنا سبحانه وتعالى مين فيكم يا شباب مين فيكم هتوارب نفسك في الطريق اللي انت مش فيه لحد امت متعة اين للأتيها في الطريق اللي انت مش فيه عشان تكملي فيه لحد امتى هتفضل مدي دهرك لربنا لحد امتى هتفضل تورد تفسك في الطريق ده خطوة ورا خطوة لحد امتى لحد امتى هتفضل ماشي في سكة مفيش اخرها حاجة لحد امتى هتفضل يمشي في سكة اخرها النار اخرها الجهنم اخرها السعير لحد امتى لحد امتى كل يوم كل يوم واحدة جديدة بتتوب كل يوم واحدة جديدة بتتطب كل يوم شاب جديد بيتوب كل يوم واحد بيرجع لربنا اللي كانوا معانا في رمضان اللي فاته النهاردة ما شاء الله ما شاء الله بعد دعاء الى الله في سنة واحدة احسن منك في ايه احسن منك في ايه اللي عارفه ربنا احسن منكم في ايه اللي تابعون ربنا احسن مننا في ايه يا شباب احد الشباب احد الشباب ربنا يبارك فيه يا رب لسه كان بيتجاوز من ايام ووشه ما شاء الله لك وتعالى بالله ووشه نور بالدحية وزوجته ما شاء الله بنقاب كان زباق في واحد كان من المفسدين والعزو بالله من المفسدين عندنا ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى إنسان غير عالي وهو دخل الجامع قبل واحد صاحبنا صاحبنا أول ما شافه راح أمحضنه أول مرة يدخل الجامع صلات الفجر راح حضنه وقال له حمد الله على السلامة ياه بيقول الكلمة دي زلزلة قلبي حسيت أن قلبي بيكتردل وانا بسمحها يا شباب هنسمحها امتى بقى حمد الله على السلامة هنقول لكم وهنقول لنا نفسنا امتى حمد الله على السلامة رجعت الربكم ومولاكم بالسلامة إنما هيقول لنا على حوض عليه الصلاة والسلام وإحنا رايحين فرحانين مع بعض بنجري عليه مع بعض كلنا وهو بيقول لنا حمد الله على السلامة رجعتولنا بالسلامة رجعت الربكم ومولاكم بالسلامة رجعتولي بالسلامة هنقول لك امتى حمد الله على السلامة هنقول لك امتى حمد الله على السلامة يا شباب هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر تتغير وهتقدر تثبت وهتقدر تتوب وهتقدر تبقى بطل بس انا خايف ما اقدرش انا خايف ما سبتش انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم فاول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتاء وسبعة الصبح قاعد بيحاول انا مش هقدر دقيقتين بس اصبر دقيقتين قوم اشرب قمية اشرب شفتة شاي قوم بس دقيقتين هتلاقي نفسك فقط لو كسلت هو كل اللي مطلوب منك تصبر دقيقتين كل اللي مطلوب منك تصبر ليه شهر واحد اصبر شهر واحد اتلاقي نفسك فقط خلاص وقلت ايه اللي انا كنت في ايه ده يا جماعة والله ايه اول خطوة اول خطوة بس يا شباب يا شباب لو وقعت قوم مكمن لو وقعت قوم يكملي اوه اطيقاسه اوه اطحبطه ابدا يا جماعة من الايات الخطيرة والاسئلة الخطيرة اللي الواحد سألها لنفسه في ايات عباد الرحمن في صورة الفرقان عباد الرحمن اولئك ويشزون الغرفة اعلى درجة الجنة عباد الرحمن يا جماعة الواحد سأل نفسه في عيات عباد الرحمن ليه ربنا في وسط الذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يا رب انت بتكلم عن اللامنتاب انت بتكلم عن اللي زنه وتاب ليه يا رب وسط عباد الرحمن حتى ربنا يقول لكل واحد وقع في المكبائر انت قدامك فرصة لأمان عباد الرحمن أنا مش بقول لك الوقت انت قدامك فرصة تتوب وربنا يقبالك أنا بقول لك انت قدامك فرصة تبقى من أسبق الخلق إلى الله انت لا بيش حاجة رحت عليك ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله كل السيئات هتتبدل حسناك كأنك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا معقولة بس لو جيت صح لو بدلت صح لو طبت صح لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى صح ساعتها شوف ربنا هيعمل لك ايه شوفي ربنا هيعمل لك ايه هل لي من توبة ده انت لك توبة وتوبة وتوبة هل لي من توبة ده انت لك توبة وليك فرصة نتبقى من أسبق الخلق إلى الله سؤال خاطرة قالت لنفسي وأنا باكرأ صورة الزمر صورة الزمر اللي بتكلم عن أعلى زمرة هتدخل الجنة أعلى زمرة خالص أول زمرة هتدخل الجنة لقيت ربنا بيقول في وسطها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا رب انت تتكلم ازاي واللي عمل المنكرات والمبيقات كلها انت بتكلم يا رب اللي أسرف على نفسه في المعاصي انت بتكلم اللي ما صلاش سنين انت بتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب فوسط الصورة اللي بتتكلم عن أعلى الزمر ليه يا رب عشان أقول لهم ان قدامك فرصة لست تبقى من أعلى زمرة عشان كل عاصي يعرف انه قدامه فرصة مش انه يتوب بس وانه يتأمل بس انه يتفتح له أبواب الجنة الثمانية وأبواب الفردوس الأعلى هتقدروا يا شباب هتقدروا والله العظيم هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات أعداء الأمة هتقدروا تخلصوا من خلوة العنكبوت هتقدروا تخلصوا من حقان السم هتقدروا تخلصوا من الكلبش اللي الشيطان كلبشها في رجلنا في طريق جهنم هنقدر نخلص ونقدر نتوب وهنقدر نبقى أبطال يا جماعة عايزين نتوب لربنا عايزين نرجع لربنا عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى عايزين نقول لبعض بقى حمد الله على السلام حمد الله على السلام دا اول خطوة كنت بقرأ في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة قلت يا رب دي ما كانتش ساعة غزو التبوك كانت شهر يا رب غزو التبوك كانت تلاتين يوم فاربعة وعشرين ساعة كل ساعة جوع وعطش وعذب رئيب اتعرض لي صحابة غزو التبوك يا رب كانت شهر العسرة مش ساعة العسرة لا دا هي اول ساعة بس بتاخد فيها القرار هي اللحظة اللي هتاخد فيها القرار هي اللحظة اللي هتقرر فيها نكتبقي في طريق ربنا هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها نكتبقى بطل في الدين هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها نكتبقى بطل في الدين هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها نكتبقى بطل في الدين هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها نكتبقى بطل في الدين الجلب اللي متمكنه من قلوبنا دي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين نبقى شباب غير عادي والله العظيم حنقدر هالله من توبة ايوا توبة وتوبة Bart طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى واصلنا لاختر فقرة في البرنامج يا جماعة فترة التوصيات الفقرة بتاعت التوصيات وما بقول فقرة زي فقرات العمود الفقري فقرة يعني حاجة بتصرب طولك يعني لو نفست الكلام ده هو ده لازم التنفيذة جماع التوصيات دي العمود الفقر بتاعنا الرسول عليه السلام كان بعد الجبسة بتاعته صاحبه كلهم بينطلقوا ينطلقوا يشتغلوا بقى يا اخوانا عايزين على فين يا شباب على فين الليلة على المسجد جاريز على المسجد ركعتين توبى بقى على المسجد ركعتين توبى التوبى لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فهد ايه المشكلة ركعتين التوبى دول يا جماعة للجميع والله للملتزم غير الملتزم ده احنا كلنا معاصي كلنا معاصي والله العظيم ركعتين توبى نعهد ربنا على صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى يا شباب الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوة الشباب اللي عايزين يعملوا الحلقات دي سيديهات ويدوها للشباب اللي بقيد عن ربنا لسه موجودة على الموقع بعد الحلقة اقول ان شاء الله هتلاقوا على موقع ويتو الله الطريق لله بإذن الله سبحانه وتعالى وإن كان رمضان ما بشوقت نت رمضان وقت دعوة يعني انت لو هتدخل لمصلحة دعوية بس مفيش أكثر من كده يا جماعة أو عشان تسمع تاني عشان تتأثر تاني يبقى يا أخواننا عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد رمضان ده يبقى نقلة في حياتنا عايزين اكتاخد انتياز مع مرتبة الشرف في رمضان ده عايزين اكتاخد انتياز مع مرتبة الشرف عايزين نقول لكم كلكم ابشروا بخير شهر مرة عليكم منذ ولداتكم أمكم بعد نقيت الشهر ده يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا ما تنسوش دروس مشايخنا الكبار دروس أسدتنا شيخنا شيخ حسان شيخنا شيخ يعقوب دروس الصحابة والثلاثل بتاعت التوبة وبتاعت التغيير ده كلها عايزين يا جماعة ما ننسوش الثلاثل دي أبدا نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفرماطة بتاعت الكمبيوتر نتغير نتقلب نخرج من رمضان ناس تانيين نخرج من البيئة الإيمان الرئيبة اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين على فين يا شباب على حياتنا كلها نغيرنا نغيرها على ركعتين التوبة ونبدأ طب نعمل حاجة عملية نعمل حاجة عملية والإنسان الصالح بيعمل بيعمل كل حاجة طب يعني حاجة عايزك النهاردة تروح على إيد أمك وابوك تبوسها وعلى نجل أمك وابوك تبوسها ليه ده أنا أتكسف مكسوف إيه يا ابني مكسوف في الجنة مكسوف يا ابني مكسوف يا ابنتي تعمل حاجة تدخلك الجنة قمي يا ابنتي اللي تبقوا المواعين ديت اللي بعدش بطهر محطوطة ديت قمي يا ابنتي شطة بيها لولدتك قمي يعملي حاجة قمي يعمل إنت هنصلي ركعتين توبة ولا هنروح ولا نغسل مع يا سيد تغسل الولدتك ومعني كده نروح صدركاتين توبة يلا يا رجالة يلا يا شباب يلا يا شباب انطلاق يلا يا شباب جيم أوفر خلاص بقى كفائع علينا الليلة كنا مع بعض كفاءة جيم أوفر يلا بس مش جيم أوفر واحد كسبان واحد خسران كلنا كسبانين مع ربنا جيم أوفر يلا انطلاق يا رجالة يلا انطلاق على الشغل يلا انطلاق على أنه نبقى شباب غير عادي أقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم توب علينا اللهم توب على عصاة المسلمين اللهم إنا نتوسل إليك أن تتوب علينا اللهم اعصم أعيننا من النظر للحرام اعصم أسماعنا من سماع الحرام اعصم ألتنتنا من نطق الحرام اعصم قلوبنا من تمن الحرام اعصم بطوننا من أكل الحرام اعصم أرجلنا من السعي للحرام يا رب يا رب أغذنا يا رب أجرنا يا رب افتح على قلوبنا يا رب يا رب يا رب أملنا فيك كبير يا رب يا رب ما لديش أمل غير فيك يا رب يا رب افتح لنا بابك يا رب يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب أليك وجزاكم الله خير